يوماً وسيشهد هذا المسلخ كغيره إقبالاً في عيد الأضحى مناسبة سبقتها جولات تفتيشية لسلامة مكان وشروط الصحة المهنية ولهيئة الغذاء جانب اهتمام ورقابة اليوم نتأكد أن نتأكد أن الاشتراكات الصحية نتأكد أن نضافة نتأكد من عدد الجزارين الموجودين والأطباء البيطريين نتأكد أنهم موجودين خصوصاً أن نحن طلبون منهم ما يخلون إجازات في هذه الفترة علشان تسهيل عملية حق عيد الأضحى نشوف أنه إذا كان البكان مهيئ من ناحية النظافة من ناحية الصرف الصحي علشان كل هذا يسهل حق المواطنين نتأكد أن الصالة المواطنين مجهزة أنها على الأقل فيها ماي شرب مكان مريح عشان فيه رح يكون فيه انتظار ضوابط لإقامة المسالخ المؤقتة في الجمعيات التعاونية وتنسيق بين جهات حكومية لرصد آلية عمل وتطبيق قانون تقريباً عندنا تسع جمعيات موافقين أن يبنون مسالخ مؤقتة طلبنا منهم عشان يبنون مسالخ مؤقتة لازم تكون أول شيء موافقة الهيئة العامة للبيئة أو تكون بلدية الكويت بعد ما يأخذون هذه الموافقات إحنا فريق مننا برئاسة الأخ محمد السالم يطلع فريق من الهيئة العامة للغذاء والتغذية يشرف على الأماكن يشوف الصرف الصحي يشوف المواقع يشوف هل هم فعلاً مستعدين لا تهاون ولا تراخي في تطبيق القانون تأكيد هيئة الغذاء لتضع مسالخ ولحم تحت مجهر رقيب عبر جولات متواصلة أحمد المسعودي لتلفزيو المجلس